الأخ عبد الرازي بيسأل كيفية وضع نظام لمصنع موجود يا كلمة نظام دي كلمة كبيرة جدا 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 نظام لإيه بقى؟ المصنع ده جوا يونتز جوا فانشنز وزايف المالية دي محتاجة سيستم لوحدها نظام سيستم للمالية تعيين الناس والاحتفاظ بيهم وتدريبهم وقياس أداءهم وهيكل إداري ده سيستم للموارد البشرية الإنتاج سيستم لإدارة التشغيل وده بقى في حسابات ومعادلات وعلم ممتع جدا بقى إيه اللي هو السابلاي تشين من أول مثلا ما نشتري الخامات لحد ما نوصل للمنتج النهائي يوصل للعميل القصة دي كلها لها إدارة ولها سيستم من أول شارع الخامات المشتريات إزاي التخزين تخزين المادة الخام التشغيل والإنتاج وخطوط الإنتاج كل دي تفاصيل السيستم التسويق ليه سيستم لو أنت بقى إيه خدمة العملة والتوزيع ده تبع السابلاي تشين برضو والتوصيل لكن خدمة العملة لما الناس تبدأت يحصل مشاكل سواء من عملائك أو عملاء عملائك هتلاقي مثلا إيه جهينا حتى كده إيه لو في مشكلة تتصل بخدمة العملة هو ما بعلكش ولا شاف لك حاجة بس لو عندك مشكلة كلمنا هنحلها لك برضو لأن المنتج بإسمهم والبراند بتاعهم وفوشهم هو بيقول إيه كيف وضع نظام لمصنع موجود وشغال جميل قوي أن السؤال قصير ومختصر بس إجابته هي كل الإدارة كل الفنيات لأن جنب السيستم بقى أنت بتنتج إيه بلاستيك طيب لازم تقفهم بقى في خمات البلاستيك والإستنباط وإزاي الفيزيائيا الحاجات لما بتبقى سخنة بتتغير على ما بتبرد وما يجيش الإستنباط تقولي ده مظبوطة والبنزت ليه وحاجات زي كده إيه تفهم في الفنيات مصنع ملابس تعرف القماش من أول البترون بيقولك إيه من القص للكيس دي فنيات الحاجة غير الإداريات الإداريات اللي أنت شابها بقى فهو حرك يعني ده كل كل الإدارة حرك إيه لازم تعرف كل الإدارة وتحولها إلى بروسيس بقى كل حاجة لها بروسيس تتعمل إزاي مين مسؤول عن إيه وهيعمل إيه ويبقى لها دوكمنتيشن ومستندات يعني كيفية دي موضوع ضخم جدا يا أخونا عبد الرازم الأخ أحمد عبد الكريم أحمد إبراهيم عبد الكريم من ليبيا بيسأل كيف أعرف أنني مؤهل لإدارة لإدارة نشاط تجاري هو حضرتك هسألك أنا سؤال إزاي تعرف أن أنت مؤهل لسوقت العربية أو لو بتسوق عربية وشاطر إزاي تعرف هل أنت مؤهل أنك تسوق بالدوزر أنا هسألك هو أنت مؤهل تسوق بالدوزر لا ليه ما تعلمتش نفس الكلام هي النشاط التجاري ده مش محتاج تبقى أنت متعلم آه محتاج ناس كتير بقى مش واخد بالها من الحكاية دي فيقوم بادئ وهابد ويخسر في حاجات كومن سنس فيها آه بتيجيب حاجات كده بداهية بس في حاجات لازم تتعلمها لو أنت حارتك النشاط التجاري ده فيه إداريات وفنيات لو مش عندك بشكل كافي بالحد الأدنى ما ينفعش تبدأ لازم تبقى متعلم وعارف يعني إيه بيزنس ويعني إيه تجارة ويعني إيه إدارة مالية ويعني إيه تسويق ويعني إيه توزيع يعني إيه تخزين لو أنت ريتيل بيع بالتجزئة مع شرط تجاري يعني إيه بيع بالتجزئة ويعني إيه الكاتيجوري منجمنت إنك تدير مجموعة مثلا بتبيع جبن وشامبوهات وعارفش إيه مين اللي بيكسب أكتر مين اللي بيتحرج أكتر إيه اللي بيبيع أكتر أي مورد بيكسبك أكتر وتبقى فاهم الموضوع ده بشكل علمي وتقدر تعمل تحليلات علشان تحسن دايما الأداء ما فيش نشاط من غير مشاكل وعشان تفهم المشاكل لازم تبقى عارف أفضل ممارسات وده موجود في الإدارة وتبقى عارف تقارنها بالوضع الحالي وده في التحليل اللي هو البيزنس أنالسيس وتبقى عارف الفرق عن أفضل ممارسات إزاي يتعالج وإزاي نبقى وصلين لأفضل ممارسات اللي بيدخل وينجح بيكون عنده المعلومات دي أو ورسها على فكرة يجي واحد يقول لك إيه ده أنا مع أبويا في الشغل ده وانا عندي سبع سنين وعنده أربعين سنة خلاص هو ما تعلمش بس دخل في مدرستة بو تعلم وأبوه واخدها عن جده خلاص عارفها يبدأ يبان بقى إمتى ممكن تاخده النشاط تاني ما يعرفش خالص لأيه وقف كده وهنج عشان كده الناس دول لما بيحبوا يقول لك إيه إحنا نجحنا في الحاجة دي تعال نعمل الحاجة دكهية اللي هي بعيدة خالص فدكهية بتخيب خالص وفي ساعات بتخيب دكهية وديه ودكها لهم يعني كله بيخيب مع بعض فخلي بالك لو أنت شيء متوارس بتعرف تديره بالخبرة للتراكمية لكن اللي عنده خواعد البزنس بيعرف يدير أي حاجة اللي دارس إداريات يعرف يدير أي حاجة فأنت مؤهل تسأل نفسك سؤال هل أنت مؤهل فعلا ولا لا اتعلمت ولا ما تعلمتش وبعد كده الخبرة بقى والممارسة بتيجي بعد المعرفة وليس قبل فيه ناس بيقول لك العلم في الراس وإحنا إيه ما تعودش ندرس وندعه وقتين نزل نشتغل يقول لك إيه ما تعودش تاخد كورسات ولا تقرأ كتب ولا حاجة وكأن المعرفة دي ما لهاش أي قيمة ونبدأ إحنا نخترع العجلة من الأول كأننا أول ناس هنتاجر انزل واشتغل أواحد بقى يقول لك لا اتعلم الناس عند الناس الأول سنة كده وبعدين يشتغل طب انت فهمت إيه في السنة دي ما يمكن الناس دول شغالين غلط والخبرات أكيد جزء كبير منها مضلر عشان برضو يقول لك إيه حد يقولي بس يكون عنده خبرة خبرة لوحدها لا ما تجيش تقولي أنا عايز دلني على كذا بس يكون عن خبرة خبرة مين يعني أنت مثلا عايز واحد يرشح لك جراح عن خبرة هو اللي بيرشح الجراح ده فاهم عن خبرة إيه إنه هو عمل العملية القريبة وكان كويسة ده كده شطر محتاج تفهم بيزنس عشان يبقى عندك بيزنس مش محتاج إنك إنت تيجي تقوم نازل كده ورمي نفسك في البحر وتقول لك يلا بينا نتوكل على الله هذا ليس توكلا اسمه تواكل يوسف بيوسيك وصية يوسف أحمد بيقول وصية مهمة جدا ماشية مع الترند المهم تبعده عن المستريح وما حدش يروح يدي فلوسه للمستريحين دول وطبعا أشكالهم متعددة وما بتعرفش إنه هما مستريحين غير بعد ما بيقعوا ونكتشف إنه هما كانوا مستريحين ومش باين عليهم إنه هما مستريحين يعني فربنا يحفظكم منهم يعني أشكركم جدا لمتوعدكم وأتمنى تكون الأمور بتوصل لكم فايدة ودايما أراكم على خير وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة